اشتركوا في القناة 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 هذه اللائحة هي دستور النادي الاهلي للمستقبل لازم تكون مشارك وانت عضو جماعية عمومية لان ده عضوية جماعية عمومية خاصة جدا جدا عضوية جماعية عمومية للتاريخ هتروح بيها للتاريخ النادي الاهلي في المستقبل النادي الاهلي له استراتيجياته له وضعيته من 1907 حتى الان النادي الاهلي مختلف الاختلاف هو في الفكر في الفكر الاداري من كل النواحي من الناحية الانشائية من الناحية الرياضية من الناحية الاستثمارية من كل النواحي النادي الاهلي مختلف في كل شيء فعشان النادي الاهلي مختلف وهذا الاختلاف يؤدي الى النجاحات لان النجاحات تأتي من الفراغ تأتي من التفكير تأتي من الوعي تأتي من الدراسة تأتي من الاختصاصية والاحترافية هذه النقاط من اهم النقاط اللي بتديلك معادلة هي معادلة بتوصلك للهدف الهدف هو النجاح النجاح والتميز والتفوق في كل شيء فالنادي الاهلي عبر 110 سنة كل مجالس الادارة عبر التاريخ كان لها وضعية مختلفة عما يحدث في الشأن الداخلي للرياضة المصرية عشان كده النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله في وضعية مختلفة فهذا الاختلاف بيؤدي او بيحتم على حضرتك عدو جماعة ممية انك تذهب وتشارك وتقول رأيك سواء مؤيد او معارض لأي شيء سواء مؤيد او معارض المجلس هذه اللائحة لا تخص مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي تماما هي تخص مستقبل النادي الاهلي دستور ناديك دستور النادي اللي انت بتحبه واللي انت بتنتمي اليه يجب ان يكون لك دور فعال واجابي من اجل وضع الدستور ومستقبل النادي الاهلي في المرحلة القادمة النادي الاهلي وضع بعض من الضوابط دوابط كانت واضحة جدا للجميع مفيش إقصاء لأي من الأشخاص لازم يكون هناك بند الخدمة العسكرية وده تحدثنا فيه كثيرا يجب أن يكون هناك مؤهل عالي وده تحدثنا فيه كثيرا وقلنا إيه أسبابه وبعض النقاط والشروط اللي النادي الأهلي حاططها في نصاب لكي تكون اللائحة مكتملة بالإضافة إلى العديد والعديد من البنود اللي يجب أن يكون كعضو جماعية عمومية للنادي الأهلي مطلع عليها النادي الأهلي فيه الندوات من خلال مهندس محمود طاير اللي حدركوا شايفينه على الشاشة تحاور مع أعضاء جماعية العمومية البعض كان لديها أسئلة تم الرد عليها البعض كان يتحدث عن عقد الجماعية العمومية ووضعها القانوني ومجلس قدارة النادي الأهلي أوضح كثيرا ومرانا وتكرارا أن النادي الأهلي درس الموضوع من ناحية قانونية بشكل عالي جدا واستشار الخبراء القانون على كل المستويات وكان عبر قناة النادي الأهلي كان معنا جميع خبراء اللوائح والقوانين وقالوا أن وضعية النادي الأهلي قانونية جدا ومن فيش بند في اللوائح ينص أن النادي الأهلي عليه عقد جماعية العمومية الخاصة على يوم واحد ده كان الكلام اللي اجتمع عليه كل خبراء القانون وخلينا نقول لحضراتكم لماذا يتم التحور ما بين مجلس دورة النادي الأهلي وأعضاء الجماعية العمومية نوع الحوار هو نوع من أنواع الديمقراطية الهدفة لأن الديمقراطية في بعض الأوقات ما بتكونش لها أهداف بتكون بدون قيمة في بعض الأوقات ولكن أنك تشوف الجماعية العمومية في الثلاثة أيام اللي فاتوا وتشوف الندوات من خلال الثلاثة أيام الماضية سواء في فرع الشيخ زايد وفرع الجزيرة وفرع مدينة نصر تشوف مستوى الحوار ما بين أعضاء الجماعية العمومية ومستوى الأسئلة والصياق تعرف ليه النادي الأهلي مختلف وده باين جدا جدا في الوعي ما شاء الله في وعي كبير جدا مع أراء أعضاء الجماعية العمومية اللي دخلوا وقالوا رأيهم وقالوا أن النادي الأهلي هو من يقود ولا يقاض النادي الأهلي لائحته من 1908 قبل ما يكون فيه هناك لجنة أولمبيا مصرية أو قبل ما يكون هناك وزارة شباب ورياضة داخل الدولة المصرية ومشاء الله طول هذه السنوات النادي الأهلي بيحقق نجاحات فعض الجماعية العمومية وعي تماما لهذا الشكل وعي تماما أن دوابة النادي الأهلي اللي النادي الأهلي يريد أن يضعها في لائحته الخاصة مختلفة تماما عن لائحة الاسترشادية اللي لم يتم دراستها جيدا لائحة الاسترشادية بكل المقاييس لم يتم دراستها جيدا فالنادي الأهلي عشان هي لم يتم دراستها جيدا لديه بعض التحفظات وله كل الحق في هذا الشأن أيضا يبدو أن في بعض من الناس ابتدت تراجع نفسها للمواقف اللي كانت اتخذتها وبدأوا يظهروا أن عندهم رغبة كبيرة جدا في حضور الجماعية العمومية وهنا دي نقطة مع التاريخ لأن عشان أرجع نفسي في الوقت الصح ده شيء صح وشيء إيجابي من الممكن أن يكون عندي مشاكل مع بعض الأشخاص ولكن الجماعية العمومية للنادي الأهلي القادمة لا تنص الأشخاص بل تنص الكيات انسوا الأشخاص وبصوا إلى الكيات نادي الأهلي نادي الوطنية نادي ارتبط بشعبية طغية في كل أكتار الوطن المصري كل أكتار الوطن العربي تلاقي في أفريقيا في ناس بتشجع النادي الأهلي هتلاقي في أوروبا الجالية المصرية في أمريكا في أستراليا في كل أنحاء العالم فهذه الشعبية قدت للنادي الأهلي قيمة مختلفة قدت للنادي الأهلي مرتبة مختلفة فهذه المرتبة قدت إلى أن البعض الآن ابتدى يراجع نفسه عشان يدخل التاريخ وينسى الأشخاص ويدعم ماذا سيتم في جماعية عمومية قادمة ستقام لوضع مستقبل النادي الأهلي القادم وده موضوع مهم جدا وخطير جدا هنكمل كلامنا ولسه عندنا أخبار مهمة جدا في هذا الملف وأيضا فيه داخل بقى الكرة المصرية ومصير النادي الأهلي في الفترة القادمة ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد من نادي الأهلي الحديد اشتركوا في القناة